الأخصاء النفسي يتمشى في دورة إدارة الضغوط النفسية حاملاً كأساً من الماء فتبادر لأذهان المتدربين أنه سيتكلم عن النصف الفارغ والممتلئ لكنه سأل عن وزن الكأس تفاوتت تقديراتهم من 100 إلى 200 قرام فأجابهم الوزن لا يهم الأهم الفترة التي ستقضيها حاملاً للكأس إن حملته لدقيقة فلن تكون هناك مشكلة إن حملته لساعة ستؤلمني ذراعي إن حملته يوماً كاملاً سأشعر بخدر وشلل وفي كل الحالات لم يتغير وزن الكأس لكن كلما أطلت حمل الكأس كلما زاد وزنه وأردف قائلاً القلق والهموم في الحياة هي تماماً مثل هذا الكأس فكر بهما قليلاً ولن يحصل شيء فكر بهما مطولاً وسيبدآن بإيذائك أما لو فكرت بهما طوال اليوم فستشل حركتك بحيث لن تتمكن من عمل أي شيء تذكر دائماً بأن تضع الكأس عندما يتحدث الناس عنك بسوء وأنت تعلم أنك لم تخطئ في حق أحد منهم تذكر أن تحمد الله الذي أشغلهم بك ولم يشغلك بهم تأكد أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك يوماً ما ستكتشف أن حزنك حماك من النار وصبرك أدخلك الجنة تأملوها حرفاً حرفاً إن ذروة عطاء الله للعبد ليست السعادة فالسعادة شعور مؤقت زائل لذلك على المرء منا أن يرضى بما لديه من نعم فيسعد أما ذروة عطاء الله للعبد هي الرضا ومن هنا فالله لم يقل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فتسعد وإنما قال ولسوف يعطيك ربك فترضى اللهم رزقنا الرضا وراحة البال السلام عليكم